أن إفريقيا كلها تمر بأوضاع عصيبة وخاصة من السودان والصومال إلى موريطانيا مروراً بشاد، مروراً بإفريقيا الوسطى شاد، نيجر، مالي، بوركينفاسو، كاميرون إلى آخر كل هذه المنطقة في وضع غير مسبوق كان دائماً إفريقيا الأقرب إلى جنوب بدل من أقرب إلى الشمال أي إفريقيا الكونغو، كينشاسا، الكونغو برازابيل خاصة الكونغو كينشاسا ولكن حتى الكونغو برازابيل الكود ديفوار، البوراندي هذه كانت دائماً وما زالت فيها مشاكل أغندا، كينيا، لكن هذه المرة الأمور تصعدت أكثر خاصة مع حرب السودان ومع انقلاب النيجر وانقلاب مالي وانقلاب بوركينفاسو مالي والنيجر يشاركوننا الحدود ولذلك أي عنف فيهم يعنينا مباشرة يعنينا بانفيلات الأوضاع يعنينا بدخولهم إلى أراضينا مثلاً فعندما يحكمك شنغريحة وأمثاله فتكون الكارثة أكبر لماذا؟ لأن الوضع في جنوب الجزائر في تامنراست، عنقزار، تيمياوين، تينزواتين، وكل البلدات المشابهة وضع سيء جداً وضع يتميز خلينا قرار لكم رسالة سمعوا مباشرة من أهالي المدينة أستاذ من فضلك تكلم عن التدمير التي تتعرض له ولاية تامنراست وكل مدن الجنوب ومعاناة المواطنين وانتشار المخدرات والأقراص المهلوسة وأغراق ولاية الجنوب المهاجرين غير شرعيين وتراكم الأوساخ والنفايات في كل مكان وانقطاع الكهرباء والأنترنت وشبكة الهاتف النقال في أغلب الأوقات في ولاية أقصى الجنوب والمدن الحدودية والقتل الذي يتعرض له من حين لآخر بعض السكان من طرف الجيش أو حراس الحدود والقبضة الحديدية الأمنية في كل مدن الجنوب ونقص المواد الغذائية وغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه وتجنيس الأجانب بشكل رهيب إلى غاية الآن في جاناية وعين قزام وتمرس وبرج باجي مختار وتيمياوين وتعيين مسؤولين مجرمين في كل القطاعات في أقصى الجنوب من فضلك تحدث عن زيادة منسوب الوعي وارتفاع مطالب سكان الجنوب مما يشكل الآن صدمة للعصابات الحاكمة التي ربما قد تلجأ حتى إلى خلق فتنة في الجنوب الكبير أوضاع مزرية طرقات مدمرة أسعار غالية جدا شوف كل إخواننا في الشمال كل إخواننا في الجزائر إذا استثنينا أقصى الجنوب يشتكون من ارتفاع الأسعار دائما نزد عليها ما بين 20 إلى 30% ارتفاع الأسعار في الجنوب بشكل فضيع إضافة إلى هذا الطاكس البراج اللي يتفوت عليه يجي يقول لك كاش متمد سواء براج تعالبوليسية اللي يكون في ما داخل المدن أو براج أو داخل المدن حتى أو براج درك أو براج الجيش وكاين مساكين بعض الناصر تعالج الجيش لا يجدون ماء مرات يكونوا جائعين مرات يقول لناس حبسوا ناس في سياراتهم من فضلك كاش معدكم شوية خفز ولا كاش أكل وكاش ما رعندنا ثلثية ما جاوناش مازال تخيلوا يعني مؤلم جدا وهذا ناس في السحاري وبراجات مرات يكون أقرب مدينة خمسين كيلومتر أو سبعين كيلومتر أو مئة كيلومتر طبعا السكان مساكن ما هيقدرش يحبسوا جندي بسلاحه إلا عندك الماء عندك الأكل يعطي له وش عنده ومرات يفرضوا عليهم أقسم لي بعض إخواننا قال لي غير يكون الإنسان كاري سيارة عنده مريض اديه من بلدة تبعد على مئتين كيلومتر على تمرست ولا على عين قزام ولا باش يديه المستشفى تعال مدينة يفوت على زوج باراجات كل واحد يقول له هات ولا ثلاث باراجات ولا أربع باراجات وهما فقراء أصلا يعطي له قضية مئتين ألف وثلاثمائة ألف نحوها له والذي نحوها كاللي هما لصوص وكاللي بالحاجة كاللي هو الغال جندي ما عندهش باش يأكل عندهم يقعدوا أيام وأسابيع في هذا اللي باراج ومرات ما يقعش تبدال إلا بعد عشرة أيام 12 يوم الناس هذا اللي يعطي في البراج أنا مرة يقول له واحد يتحسر خلقت هنا هنا خلقت مع كل ما تعني الصحراء باردة في الليل وسخنا في الصيف وطبعا الأفاعي والأقارب والحشرات ومرات بعض الحيوانات الضارية وإلى آخره فمنين يديروا غضبهم الجنود والدرك يديروا في السكان مساكين لكن كان الموضوع أخطر لماذا اليوم قلت أنه مش فايقين هذا الجماعة أنا في بداية الحديث قلت أنه من مصدر قريب جدا من مكتب شنغريحة أخبرني أن شنغريحة تواصل مع أمنوكال هاقار أمنوكال كنت سمع كلمة أمنوكال اللي هي مراتي ترجمها إلى أمن العقال وهي ترجمة مش دقيقة لكن هو بمعنى السلطان أي أن توارك في الجزائر عندنا اثنين سلاطين عندنا السلطان إيقر اللي هو من جهة عناميناس ومن جهة الليبية أقرب الحدود الليبية أجزاء كبيرة من جزء الجزائر وجزء من ليبيا وعندنا السلطان الأهقار اللي هو الهوغار نحن نسموه الهوغار هو ابن ينطق الأهقار باللغة الترقية اللي هو يغطي تمرس وأجزاء من شمال نشر إذا نزوج سلطنات السلطان يسموه أمنوكال تصل شنغريحة بأمنوكال هاقار وقال له تشوفني جيني العاصمة في أسرع وقت وكما قلت إما الاجتماع يكون تم اليوم يعني المصدر كان يخبرني قبل يومين قال الاجتماع سيتم ما بين الأربعة أو الجمعة إما من اليوم أو غدوة أو الجمعة لماذا؟ لأنهم شعروا بخطورة العوضاء وأنا حذرتهم وأنذرتهم قلت للمرة كنت لعبوه بالبلاد وبجغرافية البلاد وأتمنى أن لا يحدث الشيء البلادي لكن حياً أو ميتاً تذكروا كل هذه اللايفات اللي أنا نديرها وهذا الكلام اللي أنا نقوله لأن الخطر الأكبر ما رحش يجينا لا من جهة المغرب اللهم إلا إذا دفعت الإمارات وإسرائيل وطراف أخرى إلى حرب ستكون مدمر البلدين لقدر الله ولا رح يجينا من جهة تونس ولا رح يجينا من جهة ليبيا رح يجينا من قوة استعمارية ولكن من الجنوب مش من الشمال قوة استعمارية لكن ستأتي من الجنوب لأن الجنوب هو الحلقة الأضعف والعصابات التي تتحكمت وتتحكم في الجزائر أضعفت الجنوب أيما إضعاف وفي الجنوب توجد ثروات هائلة في جنوب الجزائر ولكن أيضاً في النيجر ومالي وتشاد وشوفوا هذه النيجر اللي هي من بين أفقر دول العالم شوفوا الصراع اللي رح وقع لها الآن الصراع عالمي الروس الصين الأتراك الأمريكان الفرنسيس أفارقة إسرائيل إيران إلى آخره فواحدة من نقاط الضعف من الكوارث اللي رحم ديرينها هي ما يسمى بالتجنيس يقدر يقول لي واحد واجتخل هذا في هذا باركم فهمك حينما استقلت الجزائر ورفضاً ورفض توارق الجزائر وهذا موضوع كاش نهار نحكي عليه بالتفصيل رفض توارق الجزائر أمنوكال التوارق في اثنين رفضوا أن يشكلوا كيان ترقي كما كانت تسعة فرنسا وقالوا نحن جزء من الجزائر وأضيفت كل تلك الأراضي اللي كانوا سكننها توارق اللي هي اليوم تمرس وإلى آخره إلى حدودنا إلى حدود الجزائر كان هناك طبعاً مع الاستعمار إلى آخره عشرات الألات من الجزائرين مش مستجلين حتى داخل ورقلة حتى داخل لغوات حتى داخل عنابة حتى كان جزائرين مكانش مستجلين لأسباب متعددة لكن في الجنوب خاصة نقص الجنوب هذو قبائل الرحل سواء كانت قبائل ترقية أو قبائل عربية أو قبائل فلانية هذو قبائل الرحل لكن هم جزائريين في إطار جغرافية الجزائر فكان هناك قانون يسموه قانون التجنيس تسجيل والتجنيس قال لك الجزائريين اللي ما كانوش مسجلين أيام الاستعمار نسجله لكن أنا ذاك كان قانونا في حكمة يجيبوا في كل مدينة يجيبوا الناس الكبار الناس الحكماء الناس يعرفوا الأنساب ويعرفوا الناس إلى آخره وداروا لجنة هذه اللجنة إذا يأتي واحد يقول لنا جزائري يديروا له امتحان يكون باباك يكون جدك وين سكنته وين رحلته وين خلته وين خرجته هذا ورحل في الغالب فيديروا له امتحان باش يتأكدوا إذا هو من القبائل تاع الجزائر ولا لا قبائل هنا سواء كانت عربية أو ترقية بالمناسبة أو حتى فلانية فإن كان فلان إلا يلقوهم النيجر ويقولوا لا انترك في النيجر الآن والنيجر هو بلد واحد اخر رحل النيجر إلى مالي رحل مالي إلا يتأكدوا أنه من الجزائر يعطلوا وثيقة باش يديها لعند القاضي وثيقة رسمية باش يعطلوا يسجلوه ويعطلوا الجنسية كان هذا الكلام كان هذا الكلام معقول ومنطقي جدا في الستينات في السبعينات في الثمانينات لكن مع منتصف التسعينات انتهت الموضوع هذا خلاص لأنه 30 سنة بعد الاستقلال ما قلاش فيه جزائريين ما عندهمش جنسية وش سرم بعد مع الإنقلاب بتاعت 92 ومع هيمنة وسيطرة المخابرات والأجهزة العسكرية على كل شي ولا بزنس كبير هذا البزنس وشنه هو التجنيس تجنيس الفارقة من أفارقة من النيجر من مالي من تشاد من سينيغال من كود ديفور من أي بلد أفريقي إذا يعرف كيفاش يوصل الترابانديست هذون لبزنس في هذا الموضوع واش لازم له لازم له 30 مليون أربع صور وهذه اللجنة اللي كانت تدير الامتحان الشافوي لكل واحد يتقدم للتجنيس والراحة حلوه قال لك ما عندنا من ديروا به مالا كيف أهضر كيفاش يجنسوا هذون وعليش نجنسهم اللي يجيب 30 مليون وربع صور كينقوضات في المحاكم هذه تعلمدن يعطوا لهم وثيقة الجنسية ما يديروهش الجيدة الرسمية لأن المفروض الآن أي واحد أي أجنبي يتجنس في كل دول العالم تقريبا بما فيها الجزائر أجنبي مثلا انت مش عارف واحد ألماني بعد 20 سنة امتزوج مع جزائرية إلى آخر يتجنس أو تركي أو صيني أو تونسي أو مغربي يعطي تخرج في الجيدة الرسمية أما هؤلاء فما يعتبرهمش أجانب يعتبرهم أصلا جزائريين وهما أصلا أجانب أفارقة وبعضهم يجي حتى من نجيريا فتلاعبوا بالقانون تلاعبوا بالقانون هاني أنا هنا نخبر حتى هذه العصابات الإجرامية هاو كيفاش اللعب يتم لأن هذا رأه لعبة خطيرة جدا رأيكم شفت موجات الأفارقة هو ما خاوتنا خاوتنا في الإنسانية وكثير منهم مسلمين خاوتنا أيضا إلى آخرين لكن لا ما لازمش يكون تلاعب أنت مكش جزائري مكش جزائري تقدر شري الجنسية بـ 30 مليون عبارة مرات سيشروها بـ 30 مليون ومش فقط يشروه بـ 30 مليون ويولوا حكام يولوا مشرعين خلينا أعطي لكم مثال تشوفوه مباشرة الآن أحدهم ذكرهم كثير على كل حال لكن هذا رح تشوفه مباشرة أصبح برلماني كبير بعد ما مر على المجالس الولائية والمجالس البلدية وكل المجالس سمحوني في فيديوهات كثيرة لحظة آه والكلمة الآن سيد زناني بوجمعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرصالين السيد نائب الرئيس المحترم السيد وزير الاتصال سادة زملاء نواب أسرة الإعلام زملاء أعضاء اللجنة بداية وهني السيدات والسادة الوزراء اللي دار فيهم الرئيس الثيقة نحب سهناء لأن اللي كان يهمنا هو صوته وأين يوجد هذا الشخص ما اسمه هذا الشخص اسمه بوجمعة زناتي وهو من أصل نيجيري هاجر إلى تمرست في أول التسعينات واشترى الجنسية الجزائرية هويته مزورة لأنه ليس من عرش ولاد زنان المتواجدين في أضرار ولا تربطه أي علاقة بهم كان يشتغل في سنواته الأولى للهجرة في التهريب وبعدها دخل غمار سياسة من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني ثم تجمع الوطني الديمقراطي الأيرندي وأصبح الشخصية الأولى في الحزب بتمرست بعد وفاة النائب بابعلي ومن المقربين من أويحيا ولو عهدتان في المسجل الشعبي الولائي بتمرست والآن هو نائب بالمسجل الشعبي الوطني يمتهن سريا نشاط التهريب الدولي وتبيض الأموال مع أشخاص في الجزائر العاصمة والنيجر ومالي ويملك محطة للوقود بتمرست وعقارات في تمرست والنيجر ومعروف عنه حمايته للمهربين ومن كبار المخبرين للستياري على مستوى الجنوب هاو العبث يجيب لك ناس من بلدان إفريقية قد يكون من مالي قد يكون من شاط قد يكون من نيجر المثال هنا انتعنا من النيجر يجنسوا يدفع 30 مليون يجنسوا وبعدين لأن هؤلاء في الغالب يكونوا ذي ترابانديس يكونوا عندهم دخلات وخرجات إلى آخره فيقدموا خدمات للضباط الكبار للوالي للقضاء إلى آخره فيدخلوهم للسياسة مثل أخونا هذا دخلوا للسياسة في الأول تخلى فلان ومبعد ولف الأرندي والأولفالين من الأرندي وجهان لعملة واحدة ومع ذلك تقرب من أحمد أو يحيا وأصبح هو بعد ما مات نائب لقبله ونائب لقبله مات في حادث مرور وحادث مرور خلفه هو وأصبح الآن نائب أساسي في المجلس ما يسمى بالمجلس برلمان ويشرع للجزائريين لأن كل اللي هناك رأم على أساسي يشرعون ولكنه في نفس الوقت حسب المعلومات التي لديه يمتهي التهريب ولديه علاقات مع السلطات المحلية من الجنرال قائد ناحية السادسة عجرود نائب انتاءه حسن سليمان قائد الخطاع العملياتي قائدة المخابرات قائدة الدرق قائدة الشرطة هناك وش رأم يدير واللي يروح هناك وش يدير يعمر شكاير خاصة مع ظهور الذهب وهذا موضوع الذهب إن شاء الله مازال أيضا نرجع له بكثير من التفاصيل وكيف يقوم عجرود وحسن سليمان بالإتيان بتشاديين وتغطية أماكن كاملة على أساس أنها أماكن عسكرية محظورة ولكن هما يحفروا بشدة ذهب هذا موضوع آخر إذن قضية التجنيس هذه كارثة من الكوارث آلاف الأفارقة آلاف تم تجنيسهم وطبعا هذو اللي لما يدوا الجنسية ويصبحوا عندهم نفوذ يقول يجيب العائلة ويجيب القبيلة ويجيب الدشرة ربما يجيب حتى من طوغو أو من قابون أو من أي مكان جا يعلموهم بسرعة شوية اللهجة وشوية بعضهم حتى ما يتكلمش ما يتكلم لا اللهجة الجزائرية ولا العربية ولا الترقية ولا أي شيء آلاف الأفارقة تم تجنيسهم في العشرين سنة الأخيرة وهذا من ناحية الأمنية خطير جداً ليس فقط لأن فيه فساد وفيه رشاوي ليس فقط لأن هؤلاء ما يستحقوش للجنسية الجزائرية ليس فقط كل هذا ولكن هذا اختراق لمنطقة حولها تنافس عالمي وفيها تصرفات بائسة للإدارة العسكرية والمدنية في البلاد زادوا هذا المشكل لهو يشكل بالفعل خطر حقيقي ولو بعد حيل وستذكرون ما أقول لكم بعد السنوات لأن المنطقة لو كان ما تظهرش جزائر مدنية جزائر قوية المنطقة على أبواب أن تحدث فيها تغيرات هائلة وواحدة من أكبر نقاط الضعف والإماراتين يعرفون هذا والفرنسيين يعرفون هذا والأمريكيين يعرفون هذا والروسي يعرفون هذا وغيرهم كله يعرف هذا والصير واحدة من أكبر نقاط الضعف من تعالوطن الجزائري تعالبلاد الجزائرية هو أقصى الجنوب مش فقط لامتداده على ألاف الكيلومترات مع ليبيا ألف كيلومتر ومع نيجر ألف كيلومتر ومع مالي ألف كيلومتر ومع موريطانيا قريب من يشعر كم من كيلومتر مش فقط هذا ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالفساد العارب الذي يدور هناك وهذا الفساد أثر سلباً على السكان اللي يشعروا بأنهم تحت قوة احتلال وليس تحت حماية ضباط بلادهم وبوليس بلادهم والدرك بلادهم وقضاة بلادهم يشعرون أنهم يحتقرونهم ينهبونهم يعتقلونهم أحياناً يقتلون منهم كثيراً ما ينهبونهم وينهبون أموالهم وهذا نابع من فشل عارم هناك الفشل راح في الجزائر كله لكن هناك إضافة لكل ما يعانيه الجزائرين هناك خطر وخطر كبير جداً أدعو هذه العصابات وأنا خصم كبير لها وسأظل بإذن الله لو كان ما يتراجعوش على ما يفعلون أدعوهم أن ينتبهوا لأن أكبر خطر لن يأتي لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال المخاطر الكبرى راح تأتي من الجنوب لأن حول النيجر ومالي وتشاد والسودان وكل هذه مناط كلها ذهب بما فيها الأراضي الجزائرية ربع الأراضي الجزائرية مليئة بالذهب هناك واليورانيوم ومعادن أخرى فحول هذه المعادن سيدور صراع عالمي إذا لم تنتبه هذه العصابات فإنها تذهب البلاد إلى الهاوية لقدر الله